يطلق عليها زينبيات مسنودة بمسلحين حوثيين قامت بالاعتداء علي وعلى زميلاتي بالعصية الكهربائية ما أصابني بجروح وتشوهات بالوجه والأطراف بهذه الكلمات تحدثت الطالبة في جامع الصنعاء آزال علي على اعتداء الحوثيين عليهم أثناء احتجاجهن على سياسة التجويع الأسبوع الماضي مستخدمين العصية والهروات وأعقاب البنادق اختطف الحوثيون خلال المظاهرة خمسين طالبا وطالبة وشهدت المعتقلات الحوثية معاملة وحشية وقاسية من قبل الزينبيات تنوعت ما بين ضرب وتهديد وتفتيش مهين وألفاظ تخدش الحياة لم تكن الجريمة الأولى الحوثيين بحق النساء فخلال عدة احتجاجات نسوية قمعت الزينبيات المتظاهرات وقمنا بالاعتداء عليهم حيث اختطفت الزينبيات مئتي امرأة وأخفت منهن خمسين عند خروجهن من صنعاء للمطالبة بتسليم جثة الرئيس السابق بعد أيام من مقتله لاقى الاعتداء على الطالبات إدانات واسعة فالحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية استنكرت بشدة الاعتداء على الطالبات واختطافهم ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة محملة الميليشيات المسؤولية عن حياة وسلامة الطالبات وكرمتهم كما ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية بالضغط على الميليشيات بسرعة الإفراج عن كافة المختطفين من جهتها استنكرت منظمات سام والتحالف رصد وأمهات المختطفين الاعتداء على الطالبات دعيتنا المجتمع الدولي للوقوف بجدية تجاه هذه الجريمة واعتبرت هذا الاعتداء مؤشرا خطيرا لتدهور حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين وإرهابا غير مبرر وتجذيرا لسلوك الحكم الاستبدادي في تقرير سابق رصدت رايس رادار أكثر من 20 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال السنوات الثلاث الماضية موزعة بين حالات قتل وإصابة واعتداء جسدي وحالة عنف وغيرها إلى ذلك ذكرت منظمة العفو الدولية في فبراير 2018 أن الحوثيين أصدروا حكما بالإعدام بحق أسماء العميسي بتهمة سياسية بعد أشهر من التعذيب والإخفاء القصري امتدت انتهاكات الحوثيين إلى جندرة العنف وتجنيد المرأة واستخدامها تحت مسمى الزينبيات للقيام بأعمال التجسس والاستخبارات واقتحام المباني واختطافات وقمع للنساء والإقاع بشخصيات معتبرة واستقطاب السجينات واستغلال الفقيرات لتجنيد أخريات كما ذكرت تقارير حقوقياً الحوثيين جندوا قرابة 4800 امرأة تحت إشراف مدربات إيرانيات وكذلك لبنانيات وبرغم أن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد على حماية النساء وتجريم استخدامهن أو استغلالهن في نزاعة المسلحة إلا أن الحوثيين انتهكوا حقوق المرأة اليمنية وأغرقوها في دائرة العنف والجهل والمجهول ترجمة نانسي قنقر